لم يكتفي المندسون الذين باتوا يتواجدون بكل تظاهرة في ساحة رياض الصلح بالإساءة إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل أساء إلى الرئيس الشهيد رياض الصلح من خلال رسومات صهيونية على تمثاله بعدما كانوا قبل ذلك قد وضعوا على رأس التمثال سطلا بقناع وبغير قناع يظهر هؤلاء الذين يشوهون تظاهرات يشارك فيها مواطنون من مختلف المناطق والطواقف بشكل حضاري يفعلون فعلتهم ولا يرتدع بعضهم بكل أريحية عن شرب النرجيلة وسط الشغب هذه المظاهر تكررت في الساعات الماضية فتظاهرة الثلاثاء بدأت سلمية قبل أن يندس فيها المخاربون وتتحول إلى فوضى عناصر القوى الأمنية ومكافحة الشغب التي كانت بأعداد قليلة في الساحة بداية اضطرت لتكثيف تواجدها بعد أن رمى المخاربون القناني والحجارة باتجاهها كما أشعلوا المفرقعات النارية الكبيرة ورموها بوجهها ما أثار حالة من الرعب في صفوف المواطنين وما دفع الأمنيين إلى ملاحقة المشاغبين الذين مددوا شغبهم فكسروا بعض واجهات المحال في الوسط التجاري باختصار باتت الصورة على الشكل التالي مواطنون يريدون رفع الصوت ضد ظلم الذي يطالهم وقوى أمنية تريد حماية السلميين وملاحقة المخربين ولعل هذه الصورة خير معبر عن تحالف المواطنين مع أخوانهم الأمنيين وهنا الصور تتكلم ترجمة نانسي قنقر